بداية أدانت الجزائر وبشدة الغارة الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطع غزة والذي خلف العديد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء وأفد بين لوزارة أشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج أن الجزائر تعرب عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تعد صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية وتجدد الجزائر تضمنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني وتدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي لتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف